نبدأ نهارك علام النهاردة من عند ليونيل ميسي قائد منتخب بقيل أرجنتين واللي بيعد أبرز المرشحين للفوز بكاس العالم قطر 2022 ميسي تكلم في حوار لموقع اتحاد أمريكا الجنوبية مبارح واتسأل عن أبرز المرشحين للفوز بالنسخة الحالية من كاس العالم ميسي جاوب ورد رد غريب في العية وقال إنه لما تتكلم عن مرشحين فأنت هتتكلم عن الفرق نفسها ولو لازم يحط ترتيب فهو بيعتقد إن البرازيل فرنسا إنجلترا عندهم فرص للفوز بكاس العالم أكتر من بقية المنتخبات ميسي كمان تتكلم وقال إن كاس العالم بطولة صعبة قوي ومعقدة جدا وكل شيء فيها وارد وممكن يحصل فيها أي مفاجآت كمان ميسي تتكلم عن استعدادات الأرجنتين للبطولة وقال إنهم متحمسين وعندهم مجموعة قوية من اللاعبين ولكنهم هياخدوا كل مباراة خطوة بخطوة منتخب الأرجنتين وقع طبعا في المجموعة الثالثة في المنديال بجوار كل من منتخبنا الشقيق ومنتخب السعودية ومعاه منتخب المكسيك ومنتخب بولندا طبعا بيأمل منتخب الأرجنتين في حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأول لهم من سنة 1986 كمان عشاء ميسي بيأملوا في إنه يتوج بكاس العالم الحالية اللي من الواضح إنها ممكن تكون آخر كاس عالم العب أنا بشوف إن تصرحات ميسي حيث كده إن هي بنيم باقي إلا منافسين بالنسباله يعني بيهد الدنيا كده وبيبعد الأنظار عنه عشان في الآخر يعمل أداء مميز يوصل لآخر نقطة وأبعد نقطة وكمان هو لسه واخد كوبا أمريكا من منتخب البرازيل فهو الناس شايفة إن الدوافع مختلفة عند منتخب الأرجنتين فهذه النسخة من كأس العالم شكرا